اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا نبدأ من اول جديد اهلا بيكو يلا بينا واحد اتنين تلاتة اهلا بيكو في بودكاست جديد من عضلات معنا كابتن زياد دكتور زياد طبعا بحبه جدا من اكتر ناس الفهمة في التدريب والبيوميكانيكس معنا كابتن حسام يعني العبقري بتاعنا برضو الاتنين دول عبقرة وبحبهم جدا وبحب اسمع لهم واستفيد منهم فالنهاردة هنتكلم عن حاجات كتير من ضمنها الكتاب اللي احنا بنكتب فيه حاليا وبنجهز فيه الكتاب ده هيبقى كتاب مشترك ما بيني وما بين الكابتن هنتكلم فيه عن حاجات كتير اولهم البيوميكانيكس اختيار التمارين حاجات كتير قوي يعني انا عايز اسيب الكلام للكابتن اللي هم اشتر مني في الحتة دي انا بالنسبة لي ههتم بحتة التخزية ههتم بحتة الكيميا الحيوية ازاي الهيرمونات بتشتغل في الجسم ازاي توبتمايز هيرموناتك الطبيعية وتعليها لأعلى مستوى تعمل ايه في تخزية كمال لعبين تعمل ايه في تخزية لعبين كمال الأجسام وإلى آخرهم من هذه الأمور اللي انا بفهم فيها إنما جزء التدريب او التمرين هم اشتر مني بكتير وطبعا ما جيش جنبهم حاجة في الموضوع ده فطبعا هم ههتموا بكتابة المحتوى ده الكتابة هيبقى شيق وممتع وان شاء الله هنحاول نبسط فيه على قدر المستطاع علشان تخش تير الكتاب بتبقى عارف انت هتعمل ايه في التمرين خلاص انت حرفين مؤهل انك تنظم لنفسك او لأي حد نظام التمرين معتمد على أسس علمية ان شاء الله وهسيب طبعا المايك دلوقتي لكابتن زياد يبدأ يكلمنا عن النقاط اللي هينقشها في الكتاب ومن ثم كابتن حسام طيب هو الكتاب زي ما كابتن محمد قاله هيخليه بقدر الامكان تكون عارف تفهم أغلب الحاجات عن التمرين حتى تقدر تحل التمرين اللي تقررنا في الجيم تقدر تحل التمرين ده مثلا موضوع تحميله فين التمرين ده الحركة بتاعته تقدر تحل الحاجات اللي تبتشوفها أصلا في يومك العادي ممكن تنعكس عليها مثلا زي الدمبل ده بيمشي إزاي مع الجاذبية إضافة حاجة للدمبل مثلا لو حط أستك مقاومة مع الدمبل هيغير مصار الحركة بتاعه إزاي إزاي ده هيأثر عن مفاصل بتاعتك إزاي مفاصل بتاعتك هترد عليه إزاي هترد على الرد الفعل للوزن الخارجة والمؤثر الخارجة ده بيكون إزاي إزاي تقدر تعمل مع الإصابات وإزاي تقدر زي كابتن محمد قال كمان وإزاي تقدر تتمرن حوالي الإصابات وإزاي تتصاب بكل سهولة وإزاي تقدر تنظم للنفس الجدول تدريبي مبني على كل الأسس دي بحيث تتجنب يعني هو الفاتيج مش ريك تتجنبه ولكن إزاي تقدر تستغل كل العامل أو كل الحاجات اللي إحنا اتكلمنا فيها دي من أكتمل نفس الجدول تدريبي منظم بشكل كويس فيريو دايس دي بشكل كويس أو فيه تاخنين الأحمال بشكل كويس بحيث أن إزاي تتجنب يعني توصل لهذا بشكل أحسن أو بشكل أسرع كابتن حسامي يكمل مثلا الجزء اللي هتناوله من حيث الإصابات وإزاي بص هو في الأول طبعا كلام كابتن محمد ودكتور زهاد فورس طبعا وهم تناولوا الخصم الأعظم في شرح أو شرد ليوجد الكتاب هي بعد من قد باطس اللي هضيفها اللي هو إحنا هنتكلم مثلا في شابتر عن أهمية التمرين ليه لازم تتمرن يعني مش بس اللي هو بقى أنا هتمرن عشان أكبر عضلات يعني ومش كل اللي بروحوا للجم عشان مثلا أنا راجل داخل التمرين إلزامي حتى للهيلس بتاعك ونتكلم عن العراض الوهن اللي بتصيب الناس لما بتقدمه في العمر ما بيحطوش أحمال أو بيحطو أي مثيرات خارجية اللي هي الأوزان على العضلات بالتالي فبتبدأ تفقد عضلاتك داخل لكم مرض اسمه الساكوبينيا أو الدمور العضلي إزاي بيحصل وليه بيأثر على حياتنا ككل وإن هو يعتبر البواب أنا بحسه أو باعتبر إن هو البوابة لكل الأمراض اللي بتصيبك لما بتتقدم في العمر إن الهيكل العضل بيمثل من 40% لـ 60% من إجمال كتلة جسمك فتخيل لما الكتلة دي بتبدأ تقلب مقدار 10% مع كل عقد من بداية عقدك الثالث ورايح فما بيكونش فيه مخازل لتخزين الشرايكوجين ما بيكونش فيه وظفية أكتر تحرك المفاصل بتاعتك لأن العضلات هي المحرك بتاع المفاصل فأنت بتكون معرض للوهن معرض للقسور معرض للأمراض مصاحبة لتقدم في العمر معرض حتى للزهايمر والآخر من الأمراض العتلات العقلية وارتبطهم مع بعض بجانب طبعا هنشرح زي ما كابتن زياد قال فتيج الإجهات إيه هو الإجهات مسبباته حاجة في الدنيا بتمثل إجهات بصورة معينة مش هنقدر نشيل الفتيج من حياتنا والإجهات من حياتنا لكن نقدر نقننه أو نتعامل معاه هنتكلم في شابتر تاني عن الريكافوري بقى إن إحنا إزاي نسنعكس كل الفتيج اللي شفناها والمسببات بتاعته وبحاجات عكسها تحاول تحسن الريكافوري والأدبتيشن أو التكيفية بتاعتنا عشان نبقى أقوى هنتكلم طبعا عن شابتر عن المبادئ الأساسية في تقديم علم التدريب سواء الانتنستي أو الفوليوم أو الفريكنستي الترددية والحجم التدريب والشدة التدريبية هنتكلم برضو عن فترات الراحة والآخر من أمور الكلام دي بتتدخل إزاي مع التخصصية بتاعتك وأنا نتكلم برضو عن القوة تفرق ما بين القوة العضلية والضخامة العضلية وإن القوة العضلية أمر والضخامة العضلية أمر تاني فمش كل شخص بتشوفه كبير عضليا لازم يكون قوي كل شخص بتشوفه قوي بيكون كبير عضليا دي سبيسيفك ودي سبيسيفك وإن إزاي إحنا بنكتسب عضلات وإزاي بنكتسب قوة وإيه قالية العمل المسببة لده وإيه قالية العمل المسببة لده أخيرا برضو هيكون في شوية جيدلاينز كده وممكن نتناول بصورة بسيطة كده بعض البرامج الستندر نضعها في الكتاب في الآخر عشان تكون كنطة انطلاق لك لكن الأول والآخر كل واحد يونيك أو فريد من نوعه فلازم يحدد البرنامج اللي على أساسه بيشوف يوم ويمشي إزاي المجامعة المناسبة لي للشدة التدريبية اللي هيتمرن بها ولأخير لكن هي دي هتكون حاجات الستندر ده باستفادة اللي هيحصل طبعا كابتن محمد هيتكلم عن العملية آه صحيح فيه شابتر مهم جدا جدا هنتقسم إحنا الثلاثة لأن الشابتر ده يعتبر من أهم الشابتر أنا بشوفها هو التكاييفية اللي بتصاحب عملية التمرين إزاي الجهاز العصر بتاعنا بيكون أقوى مع التمرين إزاي الضامنا بتزيد الكسافة بتاعتها عشان بتكون العرضة للخصور إزاي عضلاتنا بتبقى أقوى إزاي عضلاتنا بتبقى أضخم إزاي جهاز المناعي بتاعنا بيبقى أفضل إزاي أو جهاز غضض الصماء بيستجيب بصورة أفضل إزاي حتى عقلنا بيكون أحسن ومدرك الجمهور كديرة مع التمرين فده شابتر هيكون كبير وكل واحد فينا من إحنا نكبات الثلاثة المتشركين في الكتاب هيضع قسم ليس بالقليل في التخصص بتاعه طبعا قسم بسيط كده أنا تقاسمه برضه أنا تكلم فيه عن إزاي عملية الهيلينغ بتحصل في الإصابات وإزاي نتمر نحاولي الإصابة لا تفهم خطأ إحنا ببنشخص الإصابة إنت بس الفكرة في أنك بيكون عندك مشاكل أو أعلام في حاجات فإحنا بنبنع نتمرن حواليها والريهابت أو بنبني تكيفية للأنسجة بصورة تانية بس ده كل هنتناوله إن شاء الله في الكتاب قد يكون الشرح قليل لكن المحتوى الكتاب هيكون أضمن لك أن أجل كبير أنا أتكيفت من اللي أنت قلت بصراحة بالذات مع جزئية الضمور العضلات مع الكبر السن والحاجة الدين تعرف أو البقاء أو العيش أو يعني مش عارف يعني حرفين بالزبط بصحة جيدة أنا حاولت أترجم الكلمة دي يعني بشكل ما يتعرضش مع الدين أو الثقافة العربية بدون مقاطع الكلامك محمد العمار بياد لا طبعا ربنا هو اللي ما أقدر لنا هنولد أمتى هنموت أمتى لكن هو الفكرة في حاجة إن فعلا دراساتك حديثة وجدت إن متوسط عمار الناس في القرن ده زادت عن متوسط عمار الناس زمان نتيجة لزيادة الرئيس الصحية لكن في مشكلة بسيطة وجدوها من أو الوظفية بتاعت حياتهم مش زي بتوع زمان إنت بتزيد أو متوسط العمر بتاعك نتيجة لوجود طرق أحدث ممكن ينقذوا بها الناس لحصلت لهم جلطات أو مرض السكر والآخر من الأمور لكن إنت بتاعتك بيحدد إنت هتغيش إزاي قد أعيش من العمر طبعا بإذن ربنا يعني خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة أي كان لكن ده معناش بالضرور أنك تفضل محافظة على الوظفية بتاعتك طوله ستين سبعين سنة في نسبة بتكون قاعدة في الفراش أو بتستخدم عكاس في أواخر أيام من الكامسينات ورائح نتيجة للدمور العضل اللي بيحصل لهم والاحتلالات العقلية اللي بتصاحب الأمر ده فإنت اللونجيفيتي بتاعتك آه زادت في القرون اللي احنا فيها لكن الفنكشناليتي بتاعتك قلت نتيجة اللي هابت اللي انت بتتبعه من الفيزيكا أو عدم الممارسة للنشاط الرياضي بصورة شبه مستمرة النشاط الرياضي لازم يكون أمر إلزامي معاك زي الأكل والشرب بدون أي مبالغة يعني بس بالضبط بالضبط ده اللي أنا عايز أقوله فعلا عايز أقولك أن دي يعني أنا كنت خرأت كتاب زي أرتوف لونجيفيتي آه أوتليف هو الكتاب اسمه أوتليف يعني أنك تعيش أكتر من من الطبيعي الكاتب بتاعه هو بيتر عطية واحد من من أعظم يعني البحسين العلميين والكتاب في مجال اللونجيفيتي أو التقدم في العمر بصحة جيدة آه كان مخصص شبتر كامل يتكلم فيه عن آه موضوع دمور العضلات وإزاي أن ده من أصلا يعني حرفي leading cause of this عند الناس الكبار في السن آه عمرك بنشوف دايما الحالة دي بتتكرر في عائلات كتيرة آه إن كمثال الجدة أو الجد أو حتى الوالد في عمر كبير آه يقع ومن ثم آه يتكسر رجله حوضه أي أن كان المهم أن دي بتبدأ بتبقى بداية النهاية حرفيا آه لأن الجسم طبعا آه ما فيهوش المرونة الكافية اللي تخليه آه يقع بشكل صحيح والجسم عندوش العضلات الكافية اللي تحمي العظام من آه الكسر اللي هيحصل آه وما فيهش طبعا ما فيهش الخاصية الاستشفاء اللي موجودة عند شاب صغير زي أو زي البون دينس نفسه بيقل بالزبط المنرال بالزبط المنرال والبون دينس بيقل جوه العظام والعضلات فهي يعني يرسها بكده أو خلطة للموت وعلى فكرة يعني نسب الشفاء والإصابة نسب الشفاء والريكوفري من إصابة كسر الحوض تحديدا هي آه يعني حرفيا أصفار يعني بوينت 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 كزا يعني ف ونسبة الموت من كسر في الحوض هي نسبة مرتفعة جدا بتصل إلى فوق الخمسة وتسعين من الماء فالموضوع ده مهم جدا 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 وأنا آآ قدر أقول لك وأكد لك على هميته لأن أنا بعيشه حاليا أو كنت بعيشه من فترة بسبب القعدة الكتير فخسرت طبعا جزء كبير من الموبيلت بتاعتي آآ بسبب آآ ضمور العضلات طبعا عضلاتي قلت جدا لما نزلت من سبعة وتمانين كيلو لغاية دلوقتي أنا حاجة بسبعين كيلو واحدة وسبعين وسبعين فخسرت عضلات كتير قوي ده مؤثر علي خصوصا في عضلات الجلوتس أنا خسرت عضلات آآ كتير قوي في الجلوتس وهو ده حرفيا وصلني لأن أنا عندي آآ عصب النساء حاليا بسبب ضعف المرونة وبسبب ضعف العضلات حرفيا ما فيش عضلات آآ تحمي العصب بتاعتي من الضغط عليها فإن كماش العضلات مؤثر وعمل ضغط زيادة على العصب فدي مشكلة كبيرة طبعا هنتكلم عنها بالتفصيل وأنا شايف أن أحسن حد يتكلم على الموضوع ده هو كابتن حسام كابتن حسام فاهم الموضوع ده بشكل عميق جدا بس يمكن لسه مربطوش بموضوع اللونجيفيتي أو بتخصص اللونجيفيتي وأنا شايف أنه لو بتخصص في الحتة دي وقرأ فيها أكتر هيبقى من أشطر الناس في الحتة دي فالكتاب اللي أنا أردت كنت تتكلم عن أهمية الحركة زماني حتى أول مكان عميق جدا تسمىها موفمينتز ميد سن من أولى الناس بشكل عميق في أهمية الحركة ومن أولى الناس جاء بتنزل أبحاث عن أهمية الحركة وعلاقاتها بالسنكوبينيا وعلاقة ده بأنه زي ما أنت تقول باللونجيف دي نقول أولا شخص يبقى عنده قابلة أحسن ويعيش حياة بشكل أحسن يعني الرياضة أو الحركة عميما أيا كان كأهل التنشهد أو الحركة عامة من أحسن الحاجات اللي ممكن الشخص يعملها في حياته مهما كان سن مهما كان الشخص الصغير حتى لو كبير ومن المعنوش يمكانين أنه ينزل الجمع ويمارس تمارين المقاومة فمجرد الحركة أو مجرد الماش بالنسبة له يعتبر حاجة موبيلتي يعني يحسن بروبيليسبشل عنده يحسن إدراكه بالأماكن يحسن البوندنستي بيحمل على جسمه شوية فهذا يقول زي ما حسام كان بيقول التأثير ده على الاندقراني والسيستم عنده والاميريتي والاميريتي عنده أو المناع عنده على المدى الطويل فالحركة فعلا من الحاجات اللي ممكن تكون موجودة بحياة أي شخص حتى لو كانت أقل حاجة خالصة اللي هو المجرد ما يمشي بس كلامك مظبوط أنا يمكن كنت واخد مجال اللونجيفيتي ده من ناحية مختلفة عن كتر حسام هو واخدها من ناحية التمرين أنا كنت بحاول أتعمق فيها من ناحية الهرمون أو تثبيت الهرمونات وطبعا تثبيت التغذية السليمة وتحسين حسية الانسولين لأن معظم الناس الكبيرة أصلا بيبعندها مقاومة انسولين وأمراض سكر ده ليه ديجن اللي حسام قاله أصلا بص فبالتالي بيكون العرضة أكتر من هو يحصله ده أنا عايز أقول لك إن هي دايرة كاملة بالزبط ومعادلة كاملة ومحتاج تزبطها بالتفصيل الممل وده اللي عمله بيتر عطية في كتابه بصراحة كل شابتر كان بيشرح فيه حاجة منفصلة عن التانية وبعد كده يربطها لك في الآخر ويقول لك يعني في الآخر إن العمار زادت دلوقتي ولكن جودة الحياة انخفضت بشكل مرعب بسبب كل الدايرة دي اللي هي أصلا أصبحت معادلة ضعيفة جدا فطبعا هيبقى كتاب رهيب جدا أنصحكم إنكم تشتروه طبعا الكتاب لسه مش جاهز ونحضر فيه واحدة واحدة إن شاء الله ولكن هيبقى واحد من أقوى الكتب اللي بتتناقش في كل الأمور اللي إحنا ذكرناها حكولي بقى عايزين نتكلم عن إيه في اللايف النهاردة أو في البودكاست النهاردة أنا عندي سؤال حابي مثلا نخلي ده مثلا نخص أكثر بالناس الأتليتس واللي حابين نتكلم فيه كحاجة عامة للناس كلها واللي حابين نعمل حلقة وحلقة يعني مثلا حلقة للناس كلها والمعظم الانديفيديو لازم يحسن بما يبقى تقعية وحلقة مثلا الأتليتس أو الرياضيين يعني ممكن كده وكده يعني ممكن كده أنا بتكلم في كده ممكن كده وكده وطبعا طالما انا حابب ان احنا طالما اتكلمنا في البداية كده عن الناس الكبيرة في السن فناخد الريجولر بيرسون يعني او الشخص العادي المشهر الغير راضي وازاي بقى نحاول يعني نوعيه ونفاهمه انه يعمل او يعني يزبط كل حاجة يزبط حاجة آه بحيث ما يوصلش لنقطة في المستقبل لما يكبر يكون فيها عرضة للوهن والضعف العضلي والساركوبينيا وخسارة العضلات والاعدام المورونة ما ينصل حقا ببداية او فقدان طبعا حسية الانسولين والاعتلات العصبية دي من اكتر الحاجات برضو اللي بيتر عطية عمل عليها سترس في الكتاب بتاعه وده من اكتر الحاجات اللي بسترس عليها بنفسي الاعتلات العصبية يعني دي مشكلة كبيرة وهتحصل مية في المية لو ما زبطتش تغزيتك وتمرينك ورياضتك بالذات التغزية بالذات التغزية لان اه يعني حاجة بسيطة الاوي نبدأ بدا صح نبدأ بالموست بيبل او الديفيديولز العاديين خلاص نخذوش متناول اوي اه 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 سأقولك على حاجة او ناس عامة اه هو البنى ادم منهم مسلا احنا هنصنفك انت دلوقتي راجل رايح الجم عشان تكون صحتك احسن لا رايح عشان تبرياضي ولا رايحش تطلع على مسرح ولا 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 فانت رايح راجل تتمرر عشان يعني تمارينك يعني تقدر تقوم على الكرسي كويس تقدر تنزل مع السلم وتطلع السلم ما تنهكش اه ما تبقاش عرضة اكتر للنقطوع وكده يعني مع التقدم في العمر اه البنى ادم مش بس بيخسر كتلة عضلية وبيخسر تكيفية بتحصل في الاربطة والاوطار وكسافة العظام والاخير من الامور لكن كمان بيفكت حاجة مهمة جدا وهي اسمها مستقبلات اسمها مستقبلات اسمها مستقبلات الفراقية مستقبلات الفراقية دي كان دكتور زياد لسه ذاكرها دي الميكانوريسبتور مزبوط اللي هي المستقبلات المسؤولة على استشعار اه 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 أه اصحا المكاني انا بيعرف كيفية ممكن المكان نفسه او يعني بيمدرك باللي حواليه المدرك اه 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 تم تنويرها في الفين بتاع الموصلة هيبود رف ان هي بالتكتت الويت اللي موضوع عليها بالتالي ده بينعكس على الميكانيك وتنشن والاخير ولكن هي يقضيها هدوض مهم جدا دي تامرين الميكان اللي انت ماشي عليه هديك مسأل عايز اقول لك معذرة المقاطعة عايز اقول لك كنت لسه بتكلم مع كابتين احمد شل coronavirus بيوكابت المصطفى خلف في النقطة دي كنت بحاول اربط ما بين يعني تفعيل مستقبلات الميكانو ريسبتورز اللي هي المسؤولة عن استشعار الحمل الميكانيكي الخارجي والمقاومة الخارجية وما بين تفعيل اللي هو الميكانو بالزبط لا مش مش ده بس لا كمان اللي هو بيبقى متواجد بشكل أو بشكل محلي داخل العضلات او العضلة اللي موضوع عليها الحمل واللي هو اسمه ايه اسمه ميكانو جروس فاكتور فانا كنت بستغرب اللي هو طب هل فيه اصلا ترابط ما بين تسميت الريسبتور ده مع اه عامل البناء الشبيه بالانسولين الايزوفورم تحديدا اللي اسمه الميكانو جروس فاكتور فبرغم كل اللي عرفته بالمجال الالم ومجال الريهاب والانجريز لما بيجي لأقول له والله انا ما عنديش علم فهو ازاي يا ابن سداني الاجابة مش بالسهولة اللي انت مقدرش اديك اجابة فهو لما يجيني مثلا عنده قلم او حاجة ممكن اراجع معاه يوم وماشي ازاي ممكن اراجع الاحمال التدريبية اللي مارسناها اديله شوية كيوز بسيطة كده يعني انت بتنام كم ساعة ثلاث ساعات اربع ساعات لأ حسن جاوم اتنوم اكالي الاسترس اللي بتعرض له نيعيد جدولة احمال التدريبية الامور تمام فانا هعرف ان هي كانت المشاكل البسيطة في اللي كانت فيها الامر مش تمام فانا لازم بأخيله او فزيو ثيرابي اه اه دكتور علاج طبيعي عشان هو اللي دياغنوز انا بقى بمشي على الدياغنوز بتاع الدكتور وبيقول لي عندي واحد اتنين تلاتة كماما حتى لو انا كنت متأكد من من جواي ان هو عنده الواحد اتنين تلاتة دول ما ينفعش اقول له الواحد اتنين تلاتة دول لاني في حاجة اسمها سكوب براكتس بتاعك وبيجي اللي بقى بيقول لنا عندي واحد اتنين تلاتة خلاص ببدأ اتعامل انا بعد كده انا الراجل متشخص فانا بتشتغل على التشخيص اللي جايل اه بس انا ما كنتش عايز اسحابك بعيد يعني بس انا بقولك ان ان كل واحد فينا حاجة اه حصل مستفق معك جيدا يعرف ان انا مش اقول لك بكرة لكن انا مخنوق الى حد ما من 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 الفونكشنل اناتو من اللي طالع الايام دي والاخر من الامور كله بقى بيتكلم بنظرية سطحية انا لا اقوم في دور الفونكشنل اناتو من اللي هي التمارين او التشريح الوظيفي كمام لكن اه كاثرة الاقويل وكاثرة اه لطريقة السرد وكاثرة ما لقى بص التعلمة العلم بقى هو العلم متاح جدا دي حاجة كويسة حاليا علمها متاح جدا لكن السطحية في التعامل انك بتجد حاجة وتطلع ترميل على سبيل المثال تمرين زالسكال كراشر اه كتير طلع انه قال التمرين ده هيقزي كوعك وهيقزي مفصلك ومش افضل التمرين على اي اساس انا اراهي ان اي حد انه اجيب لي مسلا دراسة او اجيب لي كيس استادي عملها حتى على نفسه تقول ان التمرين ده مؤذي للكوع احنا عارفين مبدأ انت بتتكيف عشان تدفع نفسك للامام تتحط عليك متطلبات او احمال خارجية بتتحط عليك بالتالي انت بيحصل لك ادابة بتبدأ تعليد بتاعت التكيفية او الطريقة يعني الجرعات اللي بتقطها سواء الاحمال التدريبية او الشدة التدريبية اللي بتقطها فتيجي تبص تلاقي ان انت لما بتزود بمقدار معقول بتبدأ تتكيف على الاحمال اللي بتضع عليك فصدقني اسوأ 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 التمرين اللي انت ممكن تظن ان هي سيئة مازال مازالت مش سيئة طالما انت قادر تتكيف عليها وبتعملها وجيبها من تحت زي ما بيقوله يعني فاسوأ التمرين هو انك ما تتمرنش اساسي طبعا فالناس بقى بدأت تتوهم ان فيه ما هو انت لما بتقول لحد ان التمرين هيئذي اه اه كوعه او ركبته او ظهره او غيره انت مش بس بتخلي الشخص يقلل الحركة بتاعته في المصاري الحركة بتاعة التمرين ده وبتبعده عنه انت كمان بيتربي جواحة اسمه او الجهاز العصبي بيكون حماية زيادة عن اللزوم للجسم يعني الالم جزء كبير منه جهاز عصب بعيد عن انك يكون عندك اه تلف انسجة او مشاكل عقلك بيدتكت ان دي حركة فيها او خطر ما هو الالم بيترجم الخطر ما بيترجمش في الاساس لتشو دامج او اه تلف انسجة عضلية فانت توهمت بالقدر الكافي ان الحركة دي هتسبب لك الام فسدعني انت اول ما تعمل الحركة دي هيجي لك الام فعلا فالطبيعي لما بيجي لي طفل من الاطفال اللي انا بمرانهم ولا حاجة يا كدش انا كل ما روك بيتي تعد مش طريق لي او انزل بيجي لي الام ليه يا ابني اصلا سمعت وقالي وجالي ورحلي فابدأ الواد او البنت من وهو صغير تاني اقول له مفيش حركة يعني بتسبب لك مشكلة بس احنا بنبدأ نخليك تتكيف بالتدرك في الحركة تمام فممكن بقى انت تقدر تقول في حركة ما تخدمش او في تمرين ما يخدمش غرض انا عايزه على سبيل المسال الالاين منت ورزيستن مروفايل ممكن بتاع مسلا ما يكونش افضل شيء لعضلات بتاعتك فانت ممكن ما تختروش كتمرين للضخامة مسلا لكن انا ممكن اختاره كتمرين تاني يعني انا ممكن احسن لعبة لما يجي يرمو تمام انا ممكن احسن بتاعهم بنعمل لهم اللي هو يجي كده ويروح مسك مسلا بار ويزقه على حاجة سابتة تمام عشان احسن بتاعهم الستروين بيجي من من الكتف وبيجي بعدها ده اكمل من الكوع عشان مسلا الكورة تروح فبالنسبة لي ده تمرين كواس جدا تمام ما تطلعش تحكم بالكلية ان التمرين ده منفعك ماشي قول مش هيخدم هدفي لكن ما تقولش حاجة صدقني انت ما عندكش اي معرفة بيها وانك تقول مسلا ان انت وكان من اكبر الاخطاء اللي كانت بتقال انك ممكن ما تحسش بالتمرين دلوقتي لكن بعد خمس سنين بعد السنة ولا سنتين ما تجيش تلوم غير نفسك لا انا اسف يعني انت بعد سنة او سنتين هتبقى اقوى لو مارست التمرين ده بسرعة يدية وبالعكس كمان تبقى اقوى منك شخصية يعني انا لو بلعب اللي هو التمرين اللي باتني فيه ضهري اول عن اخر بتاعتي تقول لي لا وبش عافيه لك يا عم الدنيا تمام فانا بدأت باتنين ونص خمسة سبعة ونص عشر عشر عشرين هكزا ممكن تيجي بعد السنة هتلاعيني بعلعب بيه مية وتمانين كيلو مستين كيلو برفع لتر اللي من الارض مية وتمانين كيلو انا تاني ضهري كمبليتلي وانا راجل قوي تيجي تعملها انت انت اللي هتتصاب مش انا عشان انا انسيك تتكيفت على بضع ده فمن ضمن الحاجات اللي بتنرفزني برضو انك تيجي تقول انك بعد سنة او سنتين انت ما تلقش غير نفسك اربط الاصابة بعد سنة او سنتين محدش فينا بيتكاهم بالاصابة مفيش اسلوب لحد يومنا ده عارف يطلع احنا هنتصاب لقدر الله ازاي ولا امتى ولا في اي مكان فكك من كل اللي بتعمل اللي بتعمل هو بيجد نقاطل ضعفة عندك فين آآ يمين شمال بتحاول تعالجها عشان تقلل الاصابة لكن الاصابة لما بتمنعش بكل ايه كل اصابة ليها او كل اسف كل رياضة ليها درجة من الاصابة متقدرش تنسلي منها آآ الباور ريفتر مسلا آآ لكل الف ساعة مسلا تجد من اتنين لتالتة في المية البادي بيلدر واحد ونص مثلا لاتنين آآ الرجبي ممكن تجد آآ اترottedاشر اربعتاشر في المية او خمستاشر في المية الرجبي اللي انها عنيفة وفيها اسطدمات كتيرة بمكن تجدها عالية. كمان انا عايز اقولك ممكن تصل لاعلى من كده. الفوتبول ممكن تصل لتلاتين في المية. تمام? يعني من اصل كل. اه ضعيفة. يعني كل ده ممكن تجدها واحد من واحد ونص مسلا لتنين ونص. لكل الف ساعة انت بتعملها. انما لعبة زالكورة ممكن تجد نسبة الاصابة بتاعتها تعدل تلاتين في المية لكل الف ساعة. انت مدخل. الرياضة مسلا بيكون فيها التحامات. بيكون فيها تاسك كتيرة. او وظيفية كتيرة في الملعب. فدي ممكن تضعك في مدى مدى حركي او مجال حركة انت مش مؤكد عليه بشدة عالية او بسرعة عالية. فلا قدر الله تحصل لك الاصابة بسبب كده. بص انا انا متفهمك. انا متفهمك جدا في النقطة دي لان انا دايما بلاي اه في مجالي برضو اه ناس كتير تطلع تقول لك الهرمون الفلاني هو اقوى هرمون. الهرمون الفلاني خمسمائة مرة اقوى من الهرمون التاني. طيب بناء على ايه جبت يعني استنبطت المعلومة دي ازاي? يعني المعلومة دي خاطئة تماما. ازاي تطلعت بكل ثقة ترميك معلومة زي دي وانت مش دعمها حتى بورقة علمية واحدة. يعني بس هو هنرجع ونقول ان السوشيال ميديا الحالية بتفرض عليك اسلوب الالقاء ده. اللي هو لازم تحط في الفيديوهات. لازم تحط تفخيم كبير قوي. الهرمون ده هيدي لك عشرة كيلو عضلات في ظرف شهر. اه انا كده ممكن اسمع الفيديو بتاعك. انما لو قلتلي ان الهرمون ده او البيبتايد ده او السارم ده او المركب ده ايا كان. فعلا مش هحط لك غير الحاجة الطبيعية اللي هي اصلا بتاخد وقت كبير علشان تتحط يعني العضلية واحدة من اصعب العملات البيولوجية اللي بتحصل في الطبيعة. فانك تخلق حرفيا ليفة عضلية. الموضوع صعب يا جدعان انت انت موضوع كبير قوي. مش بالهيافة وبالسهولة اللي انتم بتتكلموا بيا. الموضوع فعلا بياخد وقت وسنين سنين سنين طويلة. علشان يعني لعب المحترف اللي انت بتشوفه دلوقتي على مصرح وبيكسب بطولات ده بقاله عشرين وتلاتين سنة بيبني في الكتلة العضلية اللي عنده. مش شخص جيف سنة خد كرس هرمون واحترف في الموضوع. مش بالبساطة دي خالص. وبكره جدا الصيغة دي. ولو ان انا كنت بستخدمها بنفسي فيما سبق يعني في الفيديوهات القديمة وفي الحاجات القديمة علشان يعني مجرد ان انا بحاول يجيب ريتش ولكن حاليا بدأت احترم اكتر المحتوى بدأت احترم عقول المشاهدين. وما فيش فيديو بعمله. ما بيكونش مدعوم به على الاقل يعني اه تلات اربع اه اوراق بحسية. وبكون سيبهملك في الفيديو علشان تشوف وتقارن كلامي بالكلام المدعوم ده. وما بقاش خلاص بالنسبة لي اي كلام في الهوى. لا. هتقول كلمة انت محاسب عليها. وانت مطالب ان انت توفر اه على الاقل بحس علمي بيدعم الموضوع ده. موضوع ما بقاش اه رمي كلامهم في البطيخ وخلاص. وده اقوى وده قال له. لا اه احترم عقلية المشاهد واحترم عقلية الناس اللي بتتفرج. حتى لو هما ما طلبوكاش ان انت تحترم عقليتهم. اه الناس هي اصلا مش عايزة حد يحترم عقلية الناس عايزة حد يفخم لها في الموضوع. ويقول لها التمرين ده هو احسن تمرين. اه الوضع ده هو احسن وضع تمرين. المشين دي هي احسن مشين للبناء العضلي. اه الطريقة دي النزام التمرين ده. الناس بتحب التحايزية. وبتحب انها تكره في حاجة. بناء على الجهل. بناء على الجهل. لان الجهل هو اللي بيولد الخوف. لو حد كمثال ما جربش الانسولين دايما هيبدأ هيكون بيحذر من الانسولين بيخاف منه ومرعوب منه. موضوع بسيط اوة ممكن تقرنه بان انت عندك شارع شارعين. انت شارع كنت دايما متعود تمشي فيه. وشارع تاني موازي للشارع ده بس انت مع عمركش مشيت فيه. دايما تلقيها ان دماغك هيختار انه الشارع اللي جربه قبل كده واللي عنده تجربة معاه وهيتفتك بشكل كامل الشارع اللي عمره ما جربه. فنفهم ان عدم التجربة بيولد اه جهل. والجهل بيولد خوف. ودي دايرة انت لازم تطلع منها. كمقدم محتوى وكمستمع. طيب كابتن حسام آآ عايز رأيك في موضوع آآ او ترند الحالي اللي شغال ما بين الناس اللي بتؤيد الشدة العالية والفوليوم القليل وما بين الناس اللي بتؤيد الفوليوم العالي والشدة القليل. هو اصلا في حد بيؤيد الشدة المنخفضة والفوليوم العالي? ما ظنش صاح? ده في فيه في عادي. يعني حتى ده كان في دراسة طلعه رايب آآ على اتنين وخمسين مجموعة في الاثنين وخمسين مجموعة العضلة في الاسبوع. وحققوا كمان. بصد يعني آآ بصورة او باخرى آآ الناس آآ بتكون متحيزة لرأي الشخص التاع. سواء طلع آآ دليل يزبط عكس. او لم يظهر دليل يزبط آآ نقود نظر اساسي. لكن هو آآ حشي بشيء معين بواقي كان نوعه هو تمام بالنسبة لي. يعني انا بشوف آآ معزرة على اضع كلامك هي مش حرب يعني طائفية. المهم المفروض ان انت تاخد الجانب ده او الجانب ده. وسواء ان انت هنا وهم هنا فهم غلط واحنا صح. آآ الموضوع مش مش كده يعني هو الموضوع آآ المفروض الناس تعمل ايه? المفروض الناس تحاول تشوف انسب طريقة يعملوا بيها او تسهيل او تحسين للتمرين بتاعهم. فما ما 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 نحاولش نبص الموضوع بمين غلط ومين صح. لا. مين انسب ليك ومين انسب لي. فالموضوع دايما هيتحط في الحتة الهيل جري دي الرمادية. مفيش صح وغلط. مجبوط. ما 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 تتحطش دايما الناس دخلها بقية نظر يا بيض. طبعا. آآ الفكرة كلها في ايه? آآ حتى معرفتنا عن الضخامة العضلية لدلوقتي مش مكتملة. يعني الناس طالح هتقولك ان الميكانيكال تنشن هو المين دريفتو في مصر يبطف ماشي. دي اكتر نظرية مرجحة. لكن انت عارف من اول ما الاشارات العصابية او الاشارات الخلوية بتدخل لحد ما عضلتك بتكبر بالزبط والكروس سيكشن ايه بتاعتها تزيد والاخيره مية في المية ازاي? لا. ما حدش فينا العقل. العقل دلوقتي مش عقل. تمام? احنا عندنا تلات نظريات اللي هو الميكانيكال تنشن والمسل ده. عم الاديلة بيرجح نظرية الميكانيكال تنشن. ايه الميكانيكال تنشن ببساطة? ايه الاحمال الميكانيكية? انك تحرك العضلات في الزوائل الميكانيكية بتاعتها مفصصة. يعني ما تلعبش تمرين زي وبقول انا اكبر دهاري. كده بتخزر. تمام? فانت بتضع احمال ميكانيكية في التمريد ده. بما يساعد التضخم العضل بتاعك بانك تضيف سواء على طول او عرض العضلات. بالمناسبة بتتضاف اه بشكل سلسلة او على طول العضلات. الناس فاكرة ان العضلات لما بقول بتتضاف كسيريس او كشكل سلسلة ان عضلات بتطول. هو في العضلات ما بتغيرش من المكان اللي هي موجودة فيه من عمد التنتنز الاولاني اللي هو الالتنتنتز التاني اللي هو لكن هي بحصل لها حاجة اسمها اللي هو المصل اللي هو اللي هو سكشن في المص بالزبط ده. لو اكبر ده بيبالك اكتر. تمام? بيحسن الضخامة العضلية بتاعتها. لكن هي ما بتتغيرش من هنا الهين. ممكن تتحسن حاجة اسمها المصر او زوايا اه زوايا هندسية للعضلات وزوايا السحب والاخر من الامور. طيب العضلات بتضيف سواء بورلر او سيريس بالميكانيكال لتنشن انت بتبدأ. بسوطة بتتمرن اه خمسة كيلو اه مع الوقت تكيفت بقت اه ضعيفة جدا خمسة كيلو بدأت ترفع سبعة ونصف بدأت ترفع عشرة بدأت ترفع ماشر ونصف الى ان تستمر رحلتك التدريبية للأوزان اللي انت فيها. ده مبدأ بنسميه او زيادة دورية في الاحمال. انك دايما لازم بصورة او باخرى تحط مثير اه خارجي اعلى من مقدرتك الحقيقية اللي انت فيها. عشان احصل حاجة اسمها اه يعني انت بتعمل للهيموستاتيك اه للجسمك دائما ما بيميل ناحية انه يوازن ما بين اه بيئة الداخلية والبيئة الخارجية بتاعك. فانت بتعمل او اختلال في الاتزان ده بانك تحط احمال فيبدأ جسمك يحاول يتكيف على الاحمال دي بانه يحسن الكروس سيكشن الارية والمصل اه هيبوتروفي ويحسن التنزن والليجمن ترانسفير فورس اه قابليتهم للانتقال القوة سواء من العضلات للعظام او من العظام للعظام زي مثلا التنزن والليجمنز اسف وكده يعني. يحسن حتى الكارتلج لايه ما بين اه كل اه كل اه كل عضلات اه القضاريف اسف الكارتلج ما بين كل العظام واخرى عشان اه تتحمل اه اه الصدمات وتتحمل اه الاحمال الميكانيكية ومن ضمن حكمة ربنا علينا انهم حطنناش نيرف في الكارتلج بتاعنا. تخيل انك نسيج مصمم في الاساس عشان يتحمل الصدمات ويمنع يعني احتكاك العظام بعضها البعض. تخيل لو انت عندك نيرف في الكارتلج ده. كل خطة هتعملها في يومك هتحس بيك. كل ماشية حس بقلم مثلا او تحس بفيدباك جاي من رجلك اه رجبتك والكاحل والاخرون الامور اذا فكل الاربطة الضامة ما بيكونش فيها اه عصاب. لا لا مش مش كلها في في بعض منهم بص هو في حاجة ملهاش نيرف سبلايزة مثلا الكارتلج مثلا اللي في بعض الاشياء اه او في بعض المناطق بالزبط بيكونش لها نيرف سبلايزة. اه في حتة تانية فيها. اه عندك مثلا على سبيل المسال الاربطة الصليب الامامي. ما لهوش نيرف سبلايزة. فلما الناس تقطع الاسي ال هو ما بيحسوش بألم من قطع الاسي ال على قد ما بيحسوا ألم بانهم يعملوا حاجة اسمها منيسكس تير. اللي اقول منيسكس اللي اقول النسيجي اللي تحتيه على طول. انك لما بتعمل اي سي ال اه تير او لما بتقطع الربطة الصليب الامامي بيكون فيه نسبة كبيرة تتعجوز الاربين في المية منك تقطع المينسكس معه. اللي هو النسيجي الغضروف اللي تحتيه. فانت بتبدأ تحس بألم لما تقطع المينسكس مش عشان لما تقطع الاسي ال. يعني انت لو انا عارف في ناس مسلا عندهم قطع في الاسي ال بس عشان حياتهم عادة. نعم فيه درجة من الانستابيلتي في الروب بتاعتهم. هو عادة السباتية بس جسمهم بيعمل ميكانيكا الكمبنسيشن ومعوض ميكانيكية انا بحطت احمال على القضالات معينة ومعدل طريقة الماشي فعايشين. وتمام وما فيش عندهم اي مشكلة يعني. طيب فبعد عن احنا نروح بعيد عن الموضوع ايضا. فانت الميكانيكال تنشن اه انك بتحط احمال ميكانيكية على طول المدى الحركة. ما عندك طيب ودلوقتي الميكانيكال تنشن اه مبدأ ولا نظرية? والله هي نظر نظرية. مش مبدأ لان نبادئ شيء اولا عن اخر اثبتت. اللي هو خلاص بقى مبدأ احنا ماشيين به. تمام? لكن النظرية ما زالت الى حد الان قيد التطبيق او قيد الدراسة الى ان تثبت بقى. تمام? هو مرجح وعلي حجم ادلة. يعني انت مسلا لما تيجي تشوف حجم مسلا ادلة على ده تلاقي عليه مسلا حجم ادلة سبعين في المية. وده عليه حجم ادلة تلاتين في المية او عشرين في المية وده حجم ادلة خمساشر في المية. طبيعا المرجح اللي قال لي حجم ادلة اعلى. لكن الى الان مش مية في المية عارفين. تمام? لسه مزال بنحاول يعني او الباحثين بيشوفوا الدنيا بتاعته ماشي ازاي عشان يعرفوا من اول ما بتاخد اشارات من اه كيميائية. الحد ما تترجم لفورس تترجم لعضلات الدنيا بتحصل فهم لسه بيحاولوا جمع الموطة دي. حتى كان في دراسة لسه نزلة من حوالي اربع شهور او اه آسف تلات شهور. كان منزلها دكتور ستيورت فيليبس. ستيورت فيليبس ده سبسيفيك في البروتين سيمفسيس والاخير من الامور. آآ ستيورت فيليبس ده آآ كان منزل دراسة عن ان الميكانيكا هو اقرب شيء لضخام العضالي. الدراسة دي تمانين ورقة. ولسه بيقول لك كمان ان احنا ايه اللي احنا عايزين نخطط ليه قدام عشان نحاول نوصل لنظرية مش يعقول لك الكمالية لكن المعرفة الكاملة طيب فالناس بقى تطلع سحب الترنت هو المصل دريفت فوق حبيبي ماشي انا معاك. لكن انت عارف اين ميكانيكا لتنشن. ازا كان بحيسين نفسه مش عارفين عن اين ميكانيكا لتنشن دلوقتي مش. يعني هما عارفين مش عارفين ومية في المية. اما بعد كده اتي لها احد وقول لك اين لطريقة اللاعب مش عارف ايه ما تنفعش. بالكلية ما فيش حاجة ما تنفعش. فيش حاجة يا خلاقه ربنا بالكلية ما تنفعش. لكن انت في حاجة بتاخدهم هدفك في حاجة ما بتاخدهمش هدفك. او اللي بنحبه في العداد او المجميع هو بتاعتنا اللي هو اللي بنحاول نحدد به احنا عليه اساس بنحب ميكانيكا لتنشن ولا لا. والمجموعات والاخر من الامور والعدات هو دي اللي بنحدد. كل واحد ليه اه بيتبقى عن الميكانيكا لتنشن. كل تمام. اسأل اسأل لو عندك حاجة. لا انا كنت بس عزا اقول لك يعني اه المشاهد مش 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 عايز اسمع الكلام ده. يعني المشاهد مش عايز اسمع ان كل حاجة او نسبية. المشاهد عايز اه تقول له اه اعمل ايه? يعني المشاهد عندي على القناة بيكون عايز يعرف اخد اه كم مليجرام اه لمدة قدية. ما انا مش مهتم ما اعرف بقى الهيرمون ده ايه وزيفه الكيميكا بتاعه اه مش مهتم ما اعرف ايه اللي بيحصل على المستوى الخلوي مش مهتم ما اعرف الجناتي هتتعامل ازاي? انا عايز اعرف كم جرام? كم شهر? خلاص الموضوع انتهى على كده. اكتر من كده اصلا انا مش هسمع لك. فنفس الفكرة في التمرين الناس عايزة تعرف يعني ايه هي الشدة العضلية? اعرف انا اتمرنت بشدة كافية ازاي? وليه هي اصلا افضل من يعني من من العالي. بس. لا مش مهتم ما اعرف ايه حاجة تانية. طبعا انا وانت هنبقى مهتمين علشان يبقى فيه لكلام اللي انا بقوله او يبقى فيه الظهر ساند عليه اه في كلامي ولكن المشاهد مش عايز اه يعرف المعلومات دي غير نص معينة يعني فدي المشكلة. دي المشكلة في تقديم المحتوى. ازاي تقدم محتوى وتبسطه على قدر المستطاع في كلمتين تلاتة. انا عارف انك ممكن تختلف مع المبدأ ده لان صعب تبسط حاجة بالتعقيد ده في كلمتين تلاتة. الفكرة كلها في حاجة انا لو عندي او لو ظهر الحجم الادلة الكافي اللي يخلينا اقول كابتن محمد انت تلعب من مجمواتين للتلاتة او اربعة مسلا للعضلة في الاسبوع بوزن كزا وده احسن رنج ليك عدات واحسن رنج مجموات واحسن رنج وزن تلعب بيوات حقق بي ضخامة والله كنت طبقته على نفسي وخلصت وطبقته على نفس البمران وخلصت لكن انا ما اقدرش اطلع قدي جايد لينز. ما فيش اللي هيبطره فيه بالنسبة للمجموعات العضلية والبتاع فانت عندك المتلقى عايز يسمع حاجة انا ممكن اديك رنج من كزا لكزا لكن مازال رنجي تنبؤي. تمام? مش رنجي اكيد. فانا حاسب لو انا قلت حاجة بتنبأ بيها. ما ممكن غير يطبقها وما تبشيش عليه ولقدر الله يضر بيها. اي حد بيدي جايد لينز على السوشيال ميديا فهو بيدي رأيه الخاص مش مش جايد لين هيتماشى مع كل الناس. وانما اي حد بيدي فهو يعني هيكون. حتى انا لو اديتك حاجة خاصة مازالت بتاعتك بتلعب دور كبير. هديك مثال بسيط. انا كحسام كنت باتمرن ستة ايام في الاسبوع. فول بادي. كل معظمهم معظمهم كان يا اما فيهم سكواد وديد ليفت وبينش بريس اما حاجات بتحكيهم. تلات تمارين دول مرهقين. وبيتعبوا. وكنت باتمرن بشدة عالية. وكنت بوصل فيهم لحد ما يطلع عيني. تمام? طيب. وكانت افضل فترة ليا وجدت قوة عضلية وبخامة عضلية في افضل فترة ليا حرفيا كنت قوي قوي قوي. وانت باتمرن من خمسة ستة ايام في الاسبوع. طيب. انا ممكن انصح كابتن محمد بكده مستحيل. ليه? انا رجل كنت بنام حوالي من من التامن لعشر ساعات بمتوسط. كانت التغذية بتاعتي مزبوطة جدا. كان كل اللي بعمله في حياتي كانت فترة اجازة ده. كل اللي بعمله في حياتي. الشغل بتاع الاونلاين. اه مزاكرة. اه مش بسترس نفسي في احياتي. بيجي موعيدي النوم بتاعتي بنام التغذية بتاع تزابطها. كان معدلات بتاعتي تمام مكنتش بسترس نفسي بحاجة. تمام? انما دلوقتي هل انا بقى اجيب واحد اه شغالي. اه عنده اسرة. اه ساعات ما بيعرفش يوزبوط ساعات النوم بتاعته الكافية بالتمن ساعات ولا عشر ساعات زي ما انا كنت زابط هم ست ساعات بس عشان الشغل. عنده شغل وعنده مدير مقرف عنده استرس بحط عليه موساط بروح موساط بيحصل. الفاتيج بتاعه في اليوم عالي. هو نفسه كبير عنده حاجة وتلاتين سنة ومعدل بتاعته مش زي واحد عنده عشرين سنة. واللي عنده اربعين مش زي اللي عنده تلاتين. هكذا. احط عليه الاحمال دي. انا فعلا بحكم عليه انه هيتصاب. بضعه في حكم انك في النهاية هتتصاب. تمام? اه طبعا انا بقولكش طبعا عشان الناس ما تنسلش وتقولك ان البني ادم هيتصاب اقل حاجة لكن من اهم العوامل البناء ده من قطاف اعتبارنا ممكن انصاب الاحمال التدريبية. اللود والكابيسة بتاعتك. مقدرة تحمل الانسجة بتاعتك على مقدار اللود اللي انت بتخطه. في دايما شعرة بسيطة بتفصل ما بين الاتنين. عشان هتتحسن في الكابيسة اللازم معلل اللود بسنة بسيطة. هل في طريقة خلينا نقيس مقدرة تحمل الانسجة والكابيسة بتاعتها? بالاسف بالحادة دو ما ده ما فيش غير طرق بتطلع على الحيوانات النفقة او الانسجة الميتة وده طريقة غير صحيحة مش هتترجم على كائنات حقيقة زينا يعني. فلو انا عندي المعرفة الكافية اللي قلت اقدر الله المفصل بتاعت شولدر بتاعت قبل ما يحصل لك قطع في البي اسي او البيتراليس ميجر هتحمل انك ترفع ميت كيلو ستة عدات خلاص يبقى انا هعمل لك ميت كيلو خمس عدات. انا وصلت لك للمكسيم بتاعك وبعدتك عن بتاعتك. بس ما فيش حاجة لكلام ده. فاحنا بحاول نوازل ما بين الاتنين انا واكد ما بين الاتنين. فما ينفعش اطلع اقول الواحد اتمرم بالفهاي انا بشوف بتاعه الاول هيدعم ان انا هحط له عدد مجموعات مناسب هيدعم انه هتمرم كم يوم في الاسبوع هيدعم انه يتمرم بشد علي او لا لا. اه ممكن هيدعم ان انا احطه قريب للفلير وساعات في فلير كتير اه انه يلعب او او عدة واحدة بعيدة عن الفاشل العضلي او حتى زيرو اه كم مجموعة يقدر بها فاشل العضلي او كم مجموعة هتكون افكتف لي ولا لا كل ده بنعاكس الله يفصل بتاعك. في ناس احطل لهم مجمواتين تلاتة اربعة. في ناس ممكن اقل. في ناس اه اعلى. في ناس الترددية التدريبية بتاعتها هوزح اكتر من ديجا ان الناس دي عندها فائد في الايام وفترات الراحة بتاعتها ولا فتر النمو. فجايدلاينز او رنج. انا بصراحة مش عايز اقول اقول كلمة انا مش مسؤول عليها. انا اي متدرب بيجي لي? بقى يعني بقى ادرغي معاه ساعة ونصة عن حياته ماشي ازاي بس بعيد عن ان هو ايه? يعني من ضمن الحاجات كمان اللي بسأله انت عند عمرك التدريب كام? عمر التدريب سنتين تلاتة. عمرك التدريب ده كنت بتتمرن كم مرة في الاسبوع? لان دي بتفرق في بتاعتك في تعلم المهارات. يعني انت لو لو اللي بيجي لي عمره تدريبي. سنتين بيتمرن مرتين في الاسبوع. مزال اللي بيجي لي تلات ايام في الاسبوع. مزال اللي بيجي لي اربعة لاني بتاعته في مارسة الحركات بتكون اعلى. لانه مارسها بصورة اعلى. التالي عنده تكيفية ومقدرة على ترجمة الحركات اللي نقولها بصورة احسن. فانا عارف ان انا سحبتك لموضوع تاني. لكن انا بحاول ابرر ان انا بنفاشل ديك حاجة متزمتة كده انت تعمل دي. انت بتحاول تبرر ان انت دايما محتاج سياق. او محتاج حياتك مشي ازاي اشان اعرف اقولك هنمشي ازاي. بالزبط لازم السياق لازم تقولي او معلومات عنك علشان اقدر اقولك ده الانسب ليك. مش هقولك ده الصح مية في المية ده انا اقولك ده الانسب ليك. ده المناسب لفترتك الحالية. اه وفقا للمعطيات اللي انت قلت لي عليها. فدي دي المشكلة دي المشكلة دي بقابلها برضو في في المتابع في المتابع معايا. بعيدا عن ان اصلا يعني اه انت بتتابع في حتة معين وانا بقى وانا لها تسكوب معين او تخصص معين ولكن انا وانت بنقع في نفس الحتة دي. اه مفيش اه ابيض وسود. مفيش اه مفيش غير رمادي. والرمادي ده معتمد اه ملوش اه هو هو علشان كده رمادي علشان كده رمادي هو ملوش اصلا جايد لاين معين او طريقة معينة ان انت هو معتمد على السياق. انت بتعمل ايه? حياتك اخبرها ايه? اه الفتيج بتاعك اه ماشي ازاي? وبنان عليه بنحدد. هنعمل ايه في الفترات الجاية? اللي ممكن اصلا بعدها بفترة تانية تتغير علشان ظروفك تغيرت. فموضوع مش 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 صحي. بس اه ومع ذلك هطلب منك. ومع ذلك هطلب منك تقول لنا اه لو هنتمرن بشدة عالية اه نتمرن فرنجة عدات كام. وفرنجة مجموعة كام. يعني خلينا نمسك عضلة عضلة الصدر عضلة الصدر. والله يعني خلينا اقول لك مسلا يعني من اتناشر لخمستاشر مجموعة اه كويسين جدا في الاسبوع لو انت شخص عايز تلاقي اه يعني مكاسب عضلية كويسة كمام. بتلعب باوزان مناسبة ليك من خمسة وسبعين لخمسة وتمانين في المية من الورم بتاعتك بتوصل لي اتنين او ريبس ريزيرف اتنين او حتى واحد اه لكن قبل ما توصل للارا ايار واحد واتنين على قلب اوصل لارا ايار زيرو صفر عشان تعرف تحدد انت فعلا بعيدة عن الفشل العضلي هتبقد ايه لان في درسات طلعت لان في ناس بت او بتقدر فشلها العضلي في صورة اقل بكتير من الفشل العضلي الطبيعي يعني. في ناس اساسا كانت بتقول انا عاد لعدة وهم كان عاد لهم من تلت لخمس عدات. وفي ناس قالت انا عاد لعدتين وهم كان عاد لهم من سبع لعشر عدات. بالتاني. نظبوط. فانت اوصل للفشل الطبيعي فعلا اوصل للفشل بتاعك انك ما تقدرش ترفع فعلا. وطبعا ده بيحتاج او معدات تكون فيها سيفتي. كون جنبك حد. انا بقولكش اعمل على طول. بس بقولك على اللي اعمله مرة عشان تعرف تحدد انت فين. بعدها حط تمريناتك عدتين بعيد عن الفشل العضلي. عدى بعيد عن الفشل العضلي. فحط الشدة بتاعتك اه اه اللي هو مقدار التقدير الزاتي بتاعك للمجهود. حطه من سبعة ونص الكسة ونص مسلا. وحط اه اللي هو العدات في التانك عام داك من اتنين لواحد. والعب مسلا اه لعضلاتك من اتناشر خمستاشر مجموعة هتلاقي في نتائج كويسة جدا اه على مدر الاسبوع يعني. بس دي اه يعني من كذا لكذا. يعني ده يعني احسن طريقة تراصيخ بها السؤال من غير ما كنت متزامن. فهمتك فهمتك. اجابة اجابة منطقية. عشان الناس تفهم. نعم. بقول لك شاف ان الدنيا تمام ولا محتاجة اضيف حاجة تاني عشان الناس تفهم. لا لا كده الدنيا تمام. لا كده الدنيا تمام. وضحت لهم يلعبوا قديه يعني وضحت الموضوع بالكامل. ده اللي انا كنت عايزه منك يعني اللي هو على الاقل ادي بتاعك اللي انت ممكن تطبعه على نفسك يعني. لو انت جاي هتحكم على نفسك ازاي وهتنظر من نفسك ازاي هو ده اللي هتعمله. فحلو قوي. مضبوط. طيب اه حاب نتكلم في ايه تاني? والله. ايه رأيك مسلا? ايه رأيك مسلا تشرح لنا مواضع التحميل على العضلات? بص هو اه انا انا كابتن حساب ده بيكون ما هي الاول للقوة العضلية اكتر من الضخمة العضلية. نتيجة للقوة العضلية يعني من اكتر حاجات اللي بتقل معنا في الوقت اسرع من اللقوة العضلية. لكن لا يعني مفيش مشاكل. هو انت عندك اه والشورت والميدل اللي هو يعني ما بين ده وما بين ده. اللي هو وضع الاستطالة ووضع الانخابرات ووضع المنتصف مزبوط كده. بالضبط. اه في درسات حاليا طلعت مش عدد اولاية لحوالي من ستة تامان درسات على حسب ما اتذكر من ثلاثة لأربع درسات في يوم وجدوا ان اه العضلات بتنمو بصورة اعلى في وضع او وضع الاستطالة. وفيه باقي او اتنين اه ما وجدوش اه اي اختلاف من بينهم ومن بين في واحدة طلعت لقات ان في العضلات قلت. فاحنا هنرجع حجم الاديلة مسلا لل لكن هل ده من ضروري بقول لك اروح يامل لي ربع عدة في كل حاجة في بدعها? لأ. على اقل ما يارس الفور رينج اف موشن في التمارين. بعدين نبقى قسم التمارين اللي هتستحق ان بتحط في الانسة بزيشن ولا? بعدين احنا بحط حاجة اسمها البينيفوت كوست رشيو. قد انت هتستفاد على قد ايه ممكن يكون الخطر او العائد السلبي من الحاجة دي عليك. الانسة بزيشن هو بيكون عضلاتك فيه قوية انها تنتج عضلات. لكن في نفس الوقت بتكون قابلية الاصابة في الفور لنجو بتاعتها او قابلية الاصابة بتاعتها اعلى. الانسة بزيشن بيحط فورس اعلى. دائما ما بترتبط الاصابات اللي هي الجامدة جدا بالحاجات الفورس. يعني قد يب يتطبق قوة على مفاصلك. هل المفاصلك بتتحمل او لا? في الانسة بزيشن بيحط فورس عالي. هي العضلات بيكون قوية فعشان كده حقا لها فورس عالي. هتكون نسبة الاصابة في الانسة بزيشن عالية. كده مسلا تجي. مثلا بالضمب اللي بتوصل الاخر فانا بحاول بقى ايه لك اهو? اهو. مثلا بورش الرب. ده بعد ما اصلت في الكمبليت لرب بتاعتك يعني فتحول تضيف بورشا. هو بيكون كويس وبيحط او عداد بتترجم معك كمال زيادة على العضلات. لكن برد انت بتكون عرض اكثر لقدر الاصابة. نتيجة لك حتى عضلاتك وصلت للفشل. بس انت بتحاول تدفعها بطريقة تانية. طبعا اللي هو الوضع اللي انت عضلاتك بتتحدى فيها في وضع الانقباط اللي هو بتكون اقوى ما يمكن في الوضع المنقود من شمل منبسطة في التمرين زي ده مسلا على سبيل المثال التمرين زي الكابل بتاعك مسلا. التمرين ده لما بتلعبوه بيكون لحد ما قوي في وضع الانقباط العضل بتاعك. لكن التمرين تاني لو لابتم اللي هو من وراك ممكن في الانسي بتاعك. قوي اكتر ممكن في الانسي بتاعك. في دراسات لقت ان الشورت البزيشن برضو بي. لو الناس تمرون في الشورت البزيشن بس حسنت الضخامة العضلية والقوى العضلية. وده بنرجح الحاجة اسمها اه مصر ريجونال مصر اللي هو الضخامة ريجونال اللي اللي هو باجزاء معينة. كنا زي منبول قول لك يا العضلة كلها تضخم يا لأ. فكنا بنسميه مبدأ اسمه اول ارنان برينسيبول. اه المبدأ ده مش خطأ بالضرورة ان العضلات كلها تشتغل مع بعضلية لكن انت بتزيد التحيوزية بتاعة العضلات. فلما تيجي تلعب تمرين زي بتجد ان عضلاتك بعيدة عن الجلوتس ان هنا هتنمو طبعا تيجي نقيس عن الهامسترم بتلاقي ان الجزء القريب من الحوت بيانمو اكبر من الجزء القريب من الرجبة. لما تيجي تلعب بقى او اللي بتجد ان الجزء بتاع العضلات اللي بيانمو اكبر هو الجزء القريب من الرجبة اكثر من الجزء القريب من الحوت. ده بيرجعنا الحاجة اسمها الريجون المصر هيبطر في او دخالنا العضلية الجزئية تبع العضلات. دي اه بتكون برضو من احدى المميزات اللي بتحطها في بتاعك. ودي بتمفع لحد كبير اه اه حد زي كابتن محمد مثلا بيحضر لعيبة طالعين على بطولات فبيشوف السيمترية بتاعتهم فين? بيشوف ناقصهم فين? قوة العضلية. فبيبدأ اهو اختار تمارين. تنفع الاجزاء الضعيفة عندهم. بالنسبة لي كمخطط احمال رياضيين تخصصيين. اه مش اقول لك ما بعترفش بها لكن ما بترجمش انا ما بحتاجش الضخامة انا بحتاج قدر من الضخامة العضلية لكن ليس كل الضخامة العضلية في التدريب بتاع الرياضيين عندنا. انا بحتاج اه بالضرورة الالياف العضلية بتوفر معايا بها اكتر لانا اخد فاس الكميرز او وحدات انقباضية اكتر. لكن ما زالت القوة امر تخصصي في ان انا اخلي اللاعيب يكتسب قوة بناء على الطريقة اللي امرانوا بيها وهي الحركات الاسية عنده في الملعب. فامتى نستخدم دي وامتى نستخدم دي الامر بيحتسب يعني او بيختلف من شخص للتعني. فللضرورة ما فيش حاجة خطأ ما فيش حاجة صحية. نجي بقى للميدل رينج. الميدل رينج هو الطريقة اللي بيعلق فيها اه البار او الدومبل في المنتصر بالزرط. دائما ما بيكون تجد ان في ناس بيكون البار بيجي عندهم في المنصر كده وبيفضل واقف شوية. دي حاجة بنسميها اسمع او نقطة جاية من الوقوف. او يعني حاجة نتيجة لان بيكون اعلى ما يمكن بيرسم اه او زراع عزم اعلى ما يمكن على المفصل. فالبروديوسن فورس بيكون في النقطة دي اعلى شيء. قدامك حلين. يعني وتروح مكملها او عدة ايجابية. يا الوزن اه بيديفيتيت او بيغلبك انت فبتنزل بيه كالسنتريك. وهنا بتوصل الكمبليت لفلير بتاعك وقتا ما تعرفش تحرك التمرين او تحرك البار او الدومبل فيه في العدل. ده الميكانيكا الفلير ولا يعني هو ده الميكانيكا الفلير? موسكلر فلير او. ميكانيكا اصلا. اه اه الموسكلر فلير. اصلا اللي اقول لك على حاجة. الفلير ليه انواع كتيرة. فيه الموسكلر الفريل والناس يعني بتشوفه انه هو بيقول لك انك عضلاتك مش قادرة تنتقوه في العدة الايجابية اكثر من كده او بتكنيك معين. تمام? انا بحبش اقول بتكنيك ستندر بقول بس بتكنيك يخدم الهدف اللي انت بتعمله. تمام? اه فيه فيه فيلير انه انت مش مربي مينتال او اه ان عقلك قول الدرم الكفاء اللي يقول لك زقق عدة وعدتين كمان. انت عضلاتك ممكن تكون قادرة تنتقوه لكن انت دماغك خلاص انا انا تعيبت. تمام? فيه عندك الا 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 او او العضلات او ده بينقسم يعني جوز ايه? مسلا ممكن تلاقي عضلات اه في تمارين معينة. زي مسلا تمارين الديدليفت. انا الجلوتس والآآ والآآ بتاع اوتي آآ قادرين ينتجوا قوة ويخلوني ارفع العبدات لكن اي دي بتاعي او العامل الضعيف بتاعي زي اي دي? في او اللي هو فيه تمارين انت بتبوز لما يبدأ اختل تكنيكك فيها. التمارين دي بتحطيج موتور سكيلز عالية او وحدات تعليمية عالية زي السكواد. لما تبدأ تعمل عادة واثنين وثلاثة بعد كده تيجي تطلع تلاقي بتاع الكواد مش زي ما انت شايف فتعمل حاجة اسمها الشوتين السكواد اللي هو تميل انك تعمل بعدين تطلع بضهرك. فانت وحركة ما طلعتش في تناغم كامل او اللي هو تناغمية في تطويق الالياف العضلية. فالفلير ليه حاجات كتيرة. كمان حتى اه الناس بتبالغ في تقدير الفلير بتاعها. تمام? فالقضية اقول لك انا مش قادر اوصل للفلير لكن ممكن يكون عنده تلات اربعة عدات. تمام? فاحنا دايما المتعرف عليه مسكرة الفلير. لكن فيه فليرز كتير في في التكنيكا الفلير وفي العضلات الضعيفة عندك بتؤثر وهكذا من الامور يعني. تمام يعني المكانيكا الفلير مش هو بالضرورة يكون الماسكولر فيلير. هو المكانيكا الفلير ايه? غير ان احنا مثلا عايزين نقول ان العضلات. ففشل في اداء الحركة? لا اه. المكانيكا الفلير نقول ان العضلات بتنتج قوة في المصار الحركة اللي احنا عايزين نتمرن فيه. اشتركوا في القناة